عارفين انتو الحكاية بتاعت المدرب المساعد في جهاز فيتوريا وقال هنم بارح دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الدولة اتحاد الكوريا الراجل رافض انه يكون فيه عضو في الجهاز الفني مدرب مصر هو عايز اكتفي بالأعضاء اللي هو المدربين اللي جايبهم معاه من البرتغال كابتر حزيز الإمام كان بيحاول اقناعه انه يبقى فيه مساعد مصر والكلام كان عن محمد شاوي او محمد يوسف فيتوريا بقى رفض كابتن محمد شاوي ورفض الكابتن محمد يوسف ما رفضه همش كاسماء هو عايز اللي هيبقى موجود معاه في الجهاز الفني المنتخم مصر الاول يكون مدرب ناشئ مدرب صغير ويبقى موجود معاه في التدريبات فقط يتعلم يتعلم منه يتعلم من الجهاز المعاون ما يبقاش موجود فيه مقاعد الجهاز الفني خلال المباريات الرسمية او الودية مين بقى المدرب المصر ممكن يبقى حابب الكصة دي ما عرفش بس ما ظنش ان الكابتن محمد شاوي يبقى عايز ده ما ظنش ان الكابتن محمد يوسف هيبقى عايز ده هو اكيد الاتنين هيبقى عايزين ليهم دور ودور كبير فيه الجهاز المعاون لي فيتوريا فالكصة هتروح لفين؟ خلونا نشوف الساعات اللي جاية او الايام اللي جاية هيبقى فيها ايه اشتركوا في القناة